اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية غانا الصديقة ونقلها نحو مستويات أكثر تقدما من خلال فتح أفاق جديدة من التعاون والعمل المشترك بما يعزز مسارات التعاون التنموي والاقتصادي ويسوم في خلق مزيد من الفرص الاستثمارية بما يصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حامد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا نعم جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الاكذبية اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء معالي السيد كين أوفورياتا كبير المستشارين لرئيس جمهورية غانا والمبعوث الخاص للمالية الدولية والاستثمار حيث أشار سموه إلى أهمية الاستمرار في تطوير أوجه التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية غانا في مختلف المجالات لسيما المالية والاستثمارية والدفع بمسارات العمل والتنسيق المشترك نحو فضاءات أوسع بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين كما جرى خلال اللقاء استعراض مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات الاقليمية والدولية من جانبه عرب كبير المستشارين لرئيس جمهورية غانا والمبعوث الخاص للمالية الدولية والاستثمار عن شكره وتقديره لما يليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في كافة المجالات بما يعود بالخير والنماء على الجميع متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر